موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لم يكمل الموجزة الرياضية انطلق النسخة الثانية عشر من سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج الفورميلا واحد على حلبة البحرين الدولية موضن رياضة السيارات في الشرق الأوسط يؤكل المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها المملكة في هذه الرياضة منذ انشاء الحلبة عام 2004 في السابع عشر من شهر مارس لعام 2004 تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح حلبة البحرين الدولية لإسباقات الفورميلا واحد وذلك بحضور وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث تفضل جلالة الملك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح حلبة البحرين الدولية وتستضيف حلبة البحرين سنويا سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا واحد وهو جولة من جولات بطولة العالم لسباقات الفورميلا واحد التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مما يجعل من الحلبة جزءا أساسيا لنخبة سباقات هذه الرياضة وتطمح الحلبة دائما لتعزيز موقعها كونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لما تمتلكه من علاقة وطيدة بالجماهير أسست لها من خلال الأجواء التي توفرها لهم طوال العام بإيجاد فعاليات مختلفة تبدأ بالبطولات الوطنية المكونة من مجموعة مسابقات وصولا إلى منافسات الكارتينغ بالإضافة إلى سباقات لدراك ريس التي تمتلك الحلبة مضمارا معتمدا لها من الاتحاد الدولي للسيارات الحلبة صممت من قبل الألماني الشهير هيرمان تلكي المهندس المعماري المسؤول عن بناء حلبات اسباينغ واشنغهاي واسطنبول بارك بالإضافة إلى حلبة فالانسيا وكلف بناء الحلبة حوالي 150 مليون دولار أمريكي بينما تدر عوائدها على حكومة المملكة أضعاف ذلك المبلغ سنويا وقد شيدت حلبة البحرين الدولية بحكمة كبيرة لإنجاح الأحداث ذات المكانة العالية داخل وخارج المضمار لما تحتويه من مرافق عالية المستوى ترجمة نانسي قنقر